اشتركوا في القناة بمشاركة بحرينية بوفد رفيع المستوى برئاسة الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخليفة نائب رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السابع والعشرين للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في مصر تحت عنوان دور القادة وصانع القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الارهاب والتحديات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف واكد في كلمته على ضرورة تضافر الجهود لنشر ثقافة السلام ومواجهة الارهاب لا شك ان وجود ارادة سياسية قوية لمواجهة الارهاب يعد امرا حيويا ومحركا لسائر المؤسسات الدينية والطربوية والثقافية والبرلمانية والامنية والعسكرية في حين اكد الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخليفة نائب رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في كلمته امام المؤتمر على ان المؤتمر جاء في وقت دقيق للغاية كون الامة تمر بتحديات واهمها الارهاب التحديات المحدقة بالامة والتي تتمثل في الارهاب الذي صار عابرا للحدود سواء من خلال تنفيذ عملياتها الاجرامية او من حيث بث سمومها الفكرية عبر كافة وسائل التواصل ومن جهة اخرى دعوات الالحاد وهدم الثوابت وفيما تفرضه الصراعات السياسية والحضارية الهدامة من جهة ثالثة ليحتم ان تتضافر جهود القادة المسلمين في سبيل العبور بالامة الى بر الامان وقد اكد الحاضرون على اهمية هذا المؤتمر في هذا التوقيت وثمنوا كلمة مملكة البحرين التي تدعو الى نشر ثقافة السلام والتعاون للتصدي للارهاب والتحديات الراهنة هذا المؤتمر ينبغي ان يجمعنا جميعا لضحض هذا الارهاب فالارهاب فكر اسود فكر اعمى ينبغي ان نتكاتف وان نتواصل وان نتعاون جميعا في نحضه اما كلمة البحرين فيكفيها انها من البحرين هذا يعني اقل شيء تقول في حق هذه المملكة عزها الله وعزها الملك هكذا جاء انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في مصر بمشاركة دولية واسعة وفي مقدمتها مملكة البحرين التي شاركت بوفد رفيع المستوى واكد على اهمية التعاون التام لنشر ثقافة الاسلام ومواجهة الارهاب والتحديات الراهنة شكرا عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة